بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد O you who have believed, fulfill all contracts Lawful for you are the animals of grazing livestock Except for that which is recited to you in this Quran Hunting not being permitted while you are in a state of ihram Indeed, Allah ordains what He intends يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البذ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الله إن الله شديد العقاب O you who have believed do not violate the rights of Allah or the sanctity of the sacred month or neglect the marking of the sacred animals and garlanding them or violate the safety of those coming to the sacred house seeking bounty from their Lord and His approval but when you come out of ihram then you may hunt and do not let the hatred of a people for having obstructed you from Al-Mashid Al-Haram lead you to transgress and cooperate in righteousness and piety but do not cooperate in sin and aggression and fear Allah indeed Allah is severe in penalty حذرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إلا ما ذبح على النصب لذبح على النصب and those animals killed by strangling and despaired of defeating your religion so fear them not but fear me this day I have perfected for you this day I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for you Islam as religion but whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin then indeed Allah is forgiving and merciful يسألونك ماذا أحل لهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إن الله سريع الحساب They ask you, O Muhammad, what has been made lawful for them? Say, lawful for you are all good foods and game caught by what you have trained of hunting animals which you train as Allah has taught you. So eat of what they catch for you and mention the name of Allah upon it and fear Allah. Indeed, Allah is swift in account. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبق عمله وهو في آخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان His work has become worthless and he in the hereafter will be among the losers. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيِّمْ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتْطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَاءُ وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ O you who have believed, when you rise to perform prayer, wash your faces and your forearms to the elbows, and wipe over your heads and wash your feet to the ankles. And if you are in a state of Janaba, then purify yourselves. But if you are ill or on a journey, or one of you comes from the place of relieving himself, or you have contacted women and do not find water,